السلام عليكم أزول في اللون خدنا في الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزول في اللون في أخي طلب مني التدخل فيما يخص مساجين الرأي في الجزائر على أساس على أساس أقواله يعني قال لي في حوالي 5000 شاب داخل السجون داخل السجون الجزائرية لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون قول في الشوارع كانوا يقولون أنهم تحية الجزائر ولذلك يدخل السجون لأن الأمن في الجزائر يرفض ويتخلى عن وطنيته إذا كنت تريد القول الأمن لا يريدون أن يستمعوا إلى الشعب إلى الشباب الجزائر إلى المشعل أنهم يقولون كلمة الحق وكلمة الوطن والمواطن الصالح تحية الجزائر فلماذا تدخلت أجهزة الأمن لأيقافهم حتى سجنهم؟ ألم يكونوا الدستوريين؟ أتكلم عن الدستور الدستور في الجزائر الدستور في أي بلد في العالم يحمي الاستقلالها إذا كان لك دستور يعني يحمي الاستقلال استقلال في ماذا؟ في الحرية التعبير استقلال ماذا؟ في حرية التجول حرية صفر حرية الكلام هذا معنى الاستقلال إذا كنت أنت تريد محاربة الاستعمار الثاني فإنك أدخلت الجزائر في الاستعمار الثاني بما أنك تريد إسكات كلمة الحق من طالف من؟ من طالف شعلة من الشباب الشباب الذين هم مثلا يكونوا حاملين مشعل مشعل الجزائر حتى تتقدم بينهم بما أنهم طلاب جامعات الجزائر لا يمكن أن تتقدم بك أنت سنة رابعة تريد إيقاف المشعل أنت الآن واقف جسر أمام تقدم الشباب الجزائري لا تريد الشاب أن يحمل المشعل تقدم رغم أنك في سن الثمانينات هذا ليس بمشعل من ثوري إنسان ثوري إنسان مواطن إنسان صالح يريد تقديمه إلى الشباب لا أنت تريد إدفاعه رغم أنك ليس لك في المواطنة ولا في الجهاد ولا في غيره حتى الآن أنك تدخل السجون طلاب الجامعات الذين أرادوا تعبير عن نفسهم كلمة تحية الجزائر دخلتهم السجون فلماذا لا تدخل من حماهم بوتفليقة رغم أنهم أبناء حركة أبناء فاسدين كيسي رحماني وصاحب النهار قناة العار فلماذا لا تدخلوا السجن بما أنك تقول أنك حامل مواطنين حامل الوطن تقول أنه أنا كان محمي من طرف سعيد بوتفليقة ذلك الوقت قبل ما يسجن الآن سعيد بوتفليقة في السجن فلماذا تحمي أن يسرح ماني الآن إذا كنت مواطن صالح ألم يكن ابناء حركة ألم يكن يتجسس الجزائر ذلك الناس الذين يسجنون مطلوب أنهم مسجنون شرعيا دوليا يسجنون في أي بلد في العالم ليكون في خائن بالصفات هذه لازم يسجن لكن أنت لا لا تسجن ترجعوا واحد من من يقومون بمؤموريات تبعثوه للإمارات وفرنسا وغير ذلك تحتمي به أهذه هي مواطنتك أهكذا تحمي الجزائريين الجزائر تتمثل في شبابها في نسائها في أطفالها إذا كنت تدخلهم السجون فكيف تقول أنك تحميهم وتترك الخائنين الأوطان الذين تكلمت عن الصحافة العالمية وحتى ويكيليكس يعني من الجزائريين في أوروبا وفي فرنسا حتى في فرنسا وأمريكا وإنكليترا وغيرهم من البلدان العالم مواطنين صالحين يتمنون كل الخير للبلاد ولا يريدون أن يراها تحكم من طرف إنسان ويسخ كما نقول احنا المصريين المصريين يقولوا ويسخ تعلمتها منهم أنك ويسخ فاسد أنت وأبنائك ابنك سفاح قاتل كيف تكون مواطن ولا تطبق القانون على جماعتك وأبنك وأبنائك كلهم تدخل السجون الشباب لكن لا تدخل السجون فساق من أهلك من نسائب وغيره وأصحاب وأصدقاء لا تدخل تخرج من السجون أبناء فساد أبناء تبون سارقة ثلثميات ألف مسكن ثلثميات ألف مسكن حوالي ثلثميات ألف مسكن سارقة حوالي ثلثميات ألف مسكن حوالي ثلثميات ألف مسكن سارقة هذا لا تدخل السجون ترجعه صاحبا لك صديقا لك لأنه فاسد مثلك وتريد حتى أن يكون رئيسا الجزائريين وكذلك تخرج ابنه الفاسد متاجر بالمخضارات الكوكاين الذي أحكم في السجن وأنت الذي أخرجته أمرا منك أخرجته من السجن رغم أنه كان يبيع ويشتري في المخضارات ما هو النوع المخضارات كوكاين مخضارات صلبة الذي تقتل الشعوب تدعي بالمواطنة وتترك هذا الناس في الخارج يتبخ تارون كما يريدون لأنهم مثلك ومثل أبنائك وتسجن الشرافاء تسجن من جاب الاستقلال للبالد اللي هو برقع ناس جابوا الاستقلال للجزائر تسجنهم على أساس ماذا لأنك فاسد ويعرفون حقيقتك كذلك لو يكتب الله وبرقع يخرج سيقول الكثير عنك أين كنت ابن من أنت ومن كان جدك ومن كان أبوك وكيف زورت اسمك بالاستقلال في عنابة بلدية عنابة لأنه موجود المحاضر إذا ما رموهاش عن طريقك لأنك أنت تريد ذلك تغيير الاسم من الجايد إلى القائد زدتها ألف وما ألف وما لا تقول لي الجايد هي كان الجايد تريدون تغيير الواقع تغيير التاريخ تزوير قل لنا تقول أنك فائر منذ 16 كان عندك 16 سنة أين كنت أكنت داخل الجزائر أم خارجها ومن كان قائدك قائدك نظار الذي تركته يهرب من الجزائر عندها دموع من يهرب كان هذا المفروض يسجن هو وأبنائه لكن أنت لا تسجن الشباب لأنهم يقولك لأنهم يعرفون حقيقتك لأنهم يعرفوا حقيقتك لذا لازم إسقاط هذا الإنسان ليسقط ليدخل السجون أبرياء من غير حق هذا الذي يجوز لازم ويجوز أن يسجن حالاً ومفروض أن يسجن حالاً يسقل بحرية التعبير هذا ما نضوش ضد الجزائر أنت الذي قمت ضد الجزائر حتى تحافظ على مكاسبك على المليارات التي سرقتها حتى لا يعرف الشعب ماذا كانت ماذا كانت يعني قيمتك تحقيقية ما كانت قيمتك أيام 1955 و56 و57 و59 وين كنت عشان يعرفوا لأن في الستينات بدأت التزوير ودخلت على البابات وقتلتم المجاهدين وكتمتم من كتمتم وزورتم ما زورتم لكن التاريخ لا ينسى ستحاسب على أساس أنك أنت مع القتلة في التسعينات كنت مع القتلة كنت مع العماري كنت مع بالخير كنت مع تحت أوامر نظار نفسه وهو كخائن كقاتل قالها بنفسه قالها بنفسه أنك كنت تحته تحته لكن تريد أخفاء حقاقه أنك كنت مجرم مجرم وستحاسب إن شاء الله أنك خدحت الشعب تأمرت على الشعب على أبنائه على مجاهدينه حتى المجاهدين تأمرت عليهم حتى لا تظهر الحقيقة لكن الحقيقة ستظهر إن شاء الله والشباب هذو إن شاء الله سترجع لهم كرامتهم اللي هم في السجون لأنك أنت ستعاقد يوما وهما اللي يكونوا إن شاء الله يربي يتفرجوا فيك هما اللي يبنوا المستقبل أنت تفيد دي باسي دي باسي ما هوش حتى ماضي نظيف ماضي وسخ هذا اللي بيته نقولها فيما خص فيما خص المساجين إن شاء الله يطلق صراحهم يطلق صراحهم في أقرب وقت والنص والنص للجزائر واللي الجزائر وحدها لأن دفوع تشوف ناس يدعوا أنهم مواطنين لكن هما يستغلوا أموال الجزائر لحساب لحساب قوات الجنابية مهما كانت أمريكية فرنسية يدعونا مواطنة لكن هما يملوا في جيوبهم ويضحكوا عن الشعب في أوروبا وفي فرنسا فيه جزائرين عايشين عرانا عايشين ثلاثين سنة في أمريكا رغم أننا عنا الجنسية الأمريكية لكن تقطع رؤوسنا لكن لا نسلم في الجزائر لأن الجزائر هي أولا والثانين وثالثا ورابيا وأخير جزائر وحدها لا نشرك فيها أحد لا نشرك فيها الإمارات لا نشرك فيها السعودية مهما كان صفتها عربية تتكلم عربية يتبنوا الدين الإسلامي لا الإسلام إسلام لكن الحكام حكام حكامهم فساد فساد لا يساعدوا الجزائر لا يساعدوا الجزائر وخاصة فرنسا عبرهاما كانت تبغي الخير للجزائر تستغلها في كل ميادين اقتصاديا تستغلها لأن الاستعمار لا عاد كما كان بسلاح تضع مستعمر منك هو الاستعمار الثاني الذي تميز في القاعد صالح أن يتكلم لغتك وحتى عنده جنسية جزائرية لكن عمره ما كان جزائري تابع المخابرات الفرنسية هذا هو قاعد صالح وتحية الجزائر وتحية الجزائر إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم أزوف الله ونخوتنا في الجزائر هذا اللي تمام الفيديو الأول اللي كنت بديد فيه كان قطعت لي ظروف خرج عني سيطاقنا كما يقولك فيما خص نرجع للموضوع الموضوع اللي كنت بديد كنت كملت فيه هو أنيس رحماني هذا رئيس القناة ومدير القناة العر يعد أنه جاسوس حتى جاسوس أمريكي على حسب ويكيليكس أنه جاسوس أمريكي يعني يدي لهم المعلومات ووصل لهم كما نقوله هنا أخبار الجزائر رغم سبحان الله ما بداتوا الجزائر عفوا بداتوا الجزائر كل ما لديه بداتوا المال الجاه توصل حرية الصفر حرية حتى سرقة نساء رجال آخرين مالش هذا لوجود لوجود عصابات حكم العصابات هو كذلك يعني لا يتغير مهما كان الزمن والوقت عصابة هي عصابة والاستعمار الثاني هو يتمثل في القيد صالح لماذا القيد صالح؟ استعمار الأول حتى لو مقنوا كانوا فرنسا فرنسا هم أولادا هم أولادا انت تقول على انك ذيال العصابة أولا اللي يتمثل في بوتفليقة انك أطحت بهم بما انك أطحت بهم وكان النذل هذا آنيس الرحمني صاحب قناة العر محمي من طرف سعيد بوتفليقة كان محمي من طرف لم يكن جاسوسا ذاك الوقت ومازال جاسوسا للإمارات والولايات المتحدة سبحان الله نحن عايشين ثلاثين عام في أمريكان حاملين جنسية أمريكية ولو كان جيني في الجزائر تقطع لي رأسي والله ما نعطيهم كلمة لا بسكت الجزائر في الدم ما كنتم خوانا خوانا وابناء خوانا حركة أولاد حركة ما تغيروش بما أن سعيد بوتفليقة سقط يعني دخلت الحبس لا يدخل لا يدخل الحبس لا يدخل لا يدخل لا يدخل ألم يكن أنيس محمي هذا أنيس رحماني محمي من طرف سعيد بوتفليقة فلماذا تحميه أنت الآن إذا كنت مواطن وتخاف على مصلحة الجزائر فلماذا تحميه أنيس رحماني إنك أنت حاميه وحتى تبعثه في في مأموريات الإمارات فرنسا فلماذا تحميه إذا كنت أنت مواطن صالح العيب فيك أنت لست بمواطن والاستعمار الثاني الذي تتكلم عنه أنت أنت أصبحت قائده الأول إذا كان بوتفليقة وجمعته سقطو فأنت أخذت الاستعمار أصبحت أنت صاحب الاستعمار الثاني الحاكم الناهي طعر تدخلون الشباب للسجون على أساس كانوا يريدون كلمة الحق وأن هم دستوريين يتكلمون في الشارع باسم الدستورية لم يذهبوا إلى فرنسا أو الإمارات وقالوا وقاموا ضد الجزائر هم على الجزائر في الجزائر كما نحن والذين في فرنسا أو إنجليز لرغم أنهم خارج البلاد لكن نقولوا تحية الجزائر وأن العصابة هذه وما ولاها من من متآمرين على الجزائر هما أنتم والذين يسايرونك في المشوار هذا كل اللي يمشي معك هو إن شاء الله سيسقط لأنه متآمر على البلاد حرمتم حرمتم الشباب الجزائري في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى دخلنا الألفي ألفينات حرمتهم أنهم يقوموا دولة دولة العدد دولة الحق حتى في العساكل الذي تتكلم عنهم تتخلصون من الشباب الذي في سن في رابع الأمر يعني في خمسة وأربعين سنة تتخلصوا منه حتى تبقوا أنتم وتبقى أجندات فرنسا عن طريق المخابرات تتحكمون في الجزائر تحطونا تحطوه في الحكم كل من هو رديء مثلك رديء سنة رابعة شيء تقديد ترى ترى جيش لا مركزك و فساد أبنائك وجماعتك تتخلصون من دكاتيرا في المؤسسة العسكري في سن الخمسة وأربعين أو حتى ما قربوش حتى الخمسين سنة تخلصوا منهم على أساس ماذا؟ أنك تحب الجزائر؟ لا الجزائر تبنى بعلم وبوطنية وبإخلاص وبتربية مش فشل فساد مالي أخلاقي كيفك؟ لازم تحرر أبناء الجزائر وأنت هو الاستعمار الثاني الذي تتكلم عنه ما تناطقت به والله هو أنت جريت نفسك فيه فيما لا يعنيك وظنيت أنك ستتحكم في الجزائر عن طريق المخابرات الفرنسية والإماراتية الجزائر ستتحرر إن شاء الله بأبنائها رافيت أو لا ترضى الجزائر إن شاء الله تسقل تسقل وتسقم إن شاء الله إن شاء الله بحول الله آية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته